عاش رجل فقير جدا مع زوجته وذات مساء طلبت منه زوجته شراء مشط لشعرها الطويل حتى يبقى أنيقا نظر إليها الرجل وفي عينيه نظرة حزن وقال لها لا أستطيع ذلك حتى أن ساعتي تحتاج إلى قشاط جلد ولا أستطيع شراءه لم تجادله زوجته وابتسمت في وجهه في اليوم التالي وبعد أن انتهى من عمله ذهب إلى السوق وباع ساعته بثمن قليل واشترى المشط الذي طلبته زوجته وعندما عاد في المساء إلى بيته وبيده المشط وجد زوجته بشعر قصير جدا وبيدها قشاط جلد للساعة نظرا إلى بعضهما وعيناهما مغروا رقتان بالدموع لم يكن السبب أن ما فعلاه ذهب سدى بل لأنهما أحبا بعضهما بنفس القدر وكلاهما أراد تحقيق رغبة الآخر العبرة من هذه القصة هي أن الحب الحقيقي يتجلى في التضحية والاهتمام برغبات الشريك حتى لو كانت على حساب رغباتك الشخصية عندما يكون الحب متبادلا بين الطرفين بنفس القدر تصبح السعادة الحقيقية في إسعاد الطرف الآخر وليس في تحقيق مصالح شخصية التفاهم والتقدير بين الزوجين هما أساس العلاقة الناجحة حيث يسعى كل منهما لإرضاء الآخر بصدق وإخلاص ما يجعل العلاقة أكثر قوة وتماسكا ترجمة نانسي قنقر